وإلى خبر عجيب غريب باعتقادنا أن وكالات ومحطات عالمية كرويترز وسين آن وبي بي سي وغيرها عجزت عن مواكبته وإلى من فاته الخبر وقبل أن يختفي في زحمة منصات التواصل الاجتماعي فقد رصدناه لكم نظرا لأهميته الكبيرة هنا سأستعير عبارة شهيرة للمعلق الرياضي المصري الراحل محمود بكر رحمه الله لو حضرتك واقف في البلكونة وبتشرب سجارة حقولك أن الميراج اليونانية قصفت البحرية التركية وأن أربع طائرات نحشون إسرائيلية تحلق في سماء شرق المتوسط وأن مصر أعلنت استعدادها لإغراق أي سفينة تركية تدخل المياه الإقليمية الليبية وأن مقاتلة ميراج ألفين يونانية مسلحة بصواريخ جو بحر طراز إكس زويت أجبرت فرقاطة تركية على مغادرة موقعها قرب السواحل اليونانية وأن قبرص تتحدى تركيا وتناور مع فرنسا وإيطاليا وإلى آخر طبعا هذا المنشور المنشور تدولته عشرات الصفحات والحسابات المصرية بالتأكيد لسنا في حاجة إلى البحث عن صحة هذه الادعاءات والأخبار أو مراجعة وسائل الإعلام لتبين أن هذه الأخبار التي تعدى خيال مؤلفها ما جاء في روايات أرثر سي كلارك أشهر كتاب رواية الخيال العلمي فلم تفاجئ 38 طائرة يونانية الطائرات التركية فوق بحر إيجا ولم تقصف طائرة ميراج ألفين اليونانية البحرية التركية وطائرة نحشون هي طائرة استطلاع ولا علاقة لها أيضا بالقصف ربما هذه المنشورات هي جزء من ردة الفعل على التوقيع تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا مذكرتي تفاهم في المجال الأمني والحدود البحرية أما السلطات الرسمية في مصر فلم تصرح بنياتها إغراق أي سفينة تركية بل إن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إنه لا يوجد مساس لمصالح مصر من اتفاق تركيا وحكومة الوفاق لكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط والوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية بالمناسبة مصدر هذا المنشور وكاتبه يضع في صورة حسابه على الفيسبوك صورة له وهو يحاضر في أكاديمية ناصر العليا كلية الدفاع الوطني رجل بهذا الخيال الغريب وبهذه المعلومات المغلوطة يحاضر في كلية حربية في مصر الله الأمر من قبل ومن بعد اشتركوا في القناة